ترجمة نانسي قنقر وقال الوزير أن هذه اللقاءات والاجتماعات الرسمية تأتي في إطار خطة إجرائية شاملة تم إعدادها وتنفيذها منذ إقرار النسخة الجديدة من البرنامج في التاسع من شهر إبريل عام 2018 والتي تهدف إلى التأكد من سلامة كافة الإجراءات والأمور الفنية والتقنية المشتركة بين الوزارة وبنك الإسكان والمصارف والبنوك التجارية وأوضح أن الخطة الإجرائية شملت التأكيد من النواحي القانونية ومراجعتها من قبل الجهات المختصة بالمملكة وخطة إعلامية تهدف إلى إطلاع وتثقيف المواطنين بالمميزات الجديدة للبرنامج وآلياته الجديدة للاستفادة وأكد الوزير الحمر أن النسخة الجديدة من برنامج مزايا تتماشى مع توجهات الوزارة المستقبلية في التحول التدريجي من جهة مزودة للخدمة الإسكانية إلى جهة منظمة لها وأضاف أن نسخة مزايا الجديدة تعد خطوة أخرى وكبيرة نحو هذا التوجه حيث أكدت الدراسات على ضرورة تفعيل هذا التوجه والتعزيز المستمر للشراكات مع القطاع الخاص في توفير السكن بهدف تحقيق استدامة الخدمة الإسكانية المقدمة للمواطنين على المدى البعيد من جانبه أكد الشيخ حمد بن صباح الخليفة مساعد مدير إدارة المؤسسات المالية والبرامج الحكومية ببنك الإسكان أن اللقاء التنسيقية مع البنوك التسم بالإيجابية وتبادل النقاش حول الأمور التمويلية والدعم الحكومي الذي يشمله البرنامج مفيدا بأنه قد تم تخصيص فريق لرصد كافة الاستفسارات والملاحظات التي شهدها اللقاء من أجل التأكد من سلامة كافة الأمور الإجرائية قبل إطلاق البرنامج ترجمة نانسي قنقر